اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلال الساعات القادمة لا بس أن نعود للوراء قليلا ونتحدث عن الحالة التي أثرت علينا خلال الليلة الماضية حيث بدأت الجبه الهوائية الباردة بعبور أجواء المملكة الليلة الماضية عملت على نشوء أجواء غير مستقرة تكاثرت الغيوم الركامية ها طلز الخاطر عادي من الأمطار في أغلب مناطق المملكة من الشمال إلى الجنوب من إربيد وصولا إلى العقبة مرورا بالعاصم عاما ومأدبه الكرك والطفيلة وغيرها من المناطق حالة عدم استقرار هذه كانت رعدية أيضا ترافقت بهطول لزخات من البرد استقرت الأجواء نوعا أو قليلا خلال ساعة ما بعد منتصف الليل مع ابتعاد هذه الجبهة الهوائية الباردة عاد الطقس ليستقر تدريجيا خلال ساعة نهار اليوم الثلاثة أيضا درجات الحرارة كانت أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام بسبب الكتلة الهوائية الباردة التي كانت خلف هذه الجبهة الهوائية الباردة انخفضت درجات الحرارة خلال ساعة نهار اليوم الثلاثة استمرت الرياح الجنوبية الغربية النشطة بالهبوب المثيرة للأدربة والغبار خلال الساعة القادمة يتوقع أن تبدأ المملكة تتأثر تدريجيا بشكل مباشر بأن منخفض الجو الذي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية وهي الدرجة الاعتيادية نبدأ نشرتنا باستعراض المحاول الرئيسية التي سنتحدثها في هذه النشرة وهي منخفض جوي من الدرجة الثانية الاعتيادية يؤثر على المملكة خلال الساعة القادمة وبالتالي تقس ماطر يوم الأربعاء وأيضا درجات حرارة منخفضة وأجواء باردة بشكل عام نبدأ نشرتنا بسوار أقمال الصناعية المنتقدة خلال ساعة صباح اليوم ولتوضح خلوع عموم المناطق من الغيوم باستثناء المنطقة الشمالية والوسطى من المنطقة الجنوبية حيث تشاهدت عبور لبعض كميات من الغيوم المنخفضة هي كانت مقدمة لهذا المنخفض الجو الذي يدور هنا في شرق البحر الأبيض المتوسط هذه الغيوم المرافقة لهذا المنخفض الجو يتمركز هنا يتحرك تدريجيا نحو جنوب قبرص لكن خلال ساعة ليلة الثلاثة على الأربعاء يتحرك أكثر شرقا يتمركز قبالة السواحل اللبنانية وبالتالي تبدأ تدريجيا تأثيراته المباشرة على المملكة نذهب الآن وإياكم لهذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة حيث يوم الثلاثة يتمركز المنخفض الجوي هنا في جنوب جزيرة قبرص هذه هي الجبهة الهوائية المرافقة له وهذه الكتلة الهوائية الباردة أيضا المرافقة له المملكة تقع هنا في يوم الثلاثة وبالتالي تكون نوعا ما بعيدة عن التأثيرات المباشرة لهذا المنخفض الجوي حيث استقرت الأجواء نوعا ما خلال ساعات نهار يوم الثلاثة لكن اعتبارا من ليلة الثلاثة على الأربعاء ونهار يوم الأربعاء يتحرك هذا المنخفض الجوي شرقا باتجاه لبنان وأيضا الأراضي السورية تندفع خلفه كميات كبيرة من الغيوم من البحر الابين المتوسط باتجاه المملكة وبالتالي تصبح فرصة الأمطار أو تتهيأ الأمطار للهطول انطلاقا من المنطقة الشمالية خلال ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة تستمر فرص هطول زخار الأمطار في المنطقة الشمالية تحديدا خلال ساعات الليل وتشمل هذه الأمطار تدريجيا المنطقة الوسطى وعلى منطقة الجنوبية خلال ساعات نهار يوم الأربعاء خاصة خلال ساعات الظاهرة وما بعد الظاهرة مع تحرك هذا المنخفض الجوي شرقا باتجاه سوريا وتحرك هذه الجبهة الهوائية الفعالة أيضا نحو المملكة نذهب الآن وإياكم للحديث عن تصنيف هذا المنخفض الجوي بحيث تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية وهي الدرجة الاعتيادية بحصل من قياس طاقص العرب لتصنيف المنخفضات الجوية من الدرجة الثانية يعني أن هناك كمية من الأمطار متوقعة أن تحطل تكون بين العشرين والخمسين مليمتر سرعة الرياح ستكون ناشطة سرعة الهبات ستكون بين الخمسين والسبعين كيلومتر في الساعة المناطق المشمولة ستكون أغلب مناطق المملكة مدة التأثير حوالي ثمانية واربعين ساعة ودرجة الحرارة ستكون بين التسعة إلى خمسة عشر درجة مئوية درجة الحرارة العظمى أما بالنسبة لفرص هطول الثلوج لا توجد أي فرصة لهطول الثلوج خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي ننتقل الآن وإياكم إلى هذه الخريطة لتوزيع الأمطار من يوم الثلاثة وحتى يوم الخميس يوم الثلاثة خلو عمو المناطق من تأثيرات أي هطولات مطرية بسبب وقوع هذا المنخفض الجوي هنا فوق شرق البحر تلاحظوا كيف تتحرك تدريجيا هذه الغيوم الماطرة باتجاه منطقة بلاد الشام تبدأ تأثيراته هنا في ليلة ثلاثة على الأربعاء انطلاقة من المنطقة الشمالية لكن خلال ساعات يوم الأربعاء تحديدا صباح يوم الأربعاء تبدأ تتسع تدريجيا تأثيرات هذه الغيوم الماطرة لتشمل مناطق إضافية المنطقة الشمالية أجزاء من المنطقة الوسطى لكن تتحسن الهطولات المطرية في المنطقة الوسطى خلال ساعة الظاهرة وما بعد الظاهرة وأيضا تشمل أجزاء من المنطقة الجنوبية لكن اعتبارا من ساعة ليلة الأربعاء على الخميس تشمل هذه الأمطار العديد من المناطق الأخرى منها الشرقية الشمالية الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية مع بدأ عبور مركز هذا المنخفض الجو الذي بدأ يعبر من السواحل اللبنانية ودخل نحو اليابسة باتجاه جنوب سوريا خلال ساعات مساء الأربعاء وليلة الأربعاء على الخميس حيث تكون الفرصة الأفضل له طول زخات رعدية من الأمطار تبقى فرصة هطول الأمطار خلال ساعة ليلة الأربعاء على الخميس وأيضا خلال ساعات يوم الخميس على أن تبدأ تتراجع تدريجيا اعتبارا من ساعة مساء يوم الخميس مع ابتعاد المتخفض الجو باتجاه الأراضي العراقية وارتفاع تدريجي في قيم الضغط الجوي لكن يوم الخميس يكون أطرق كما ذكرنا ماطر وبارد على فترات في بعض المناطق خاصة منها الشمالية والوسطى من المملكة نذهب الآن للعاصمة عمال وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول بعض زخار الأمطار 10 درجات مئوية فقط الملموسة أيضا 10 درجات الرطوبة مرتفعة أما الرياح تبقى جنبية غربية نشطة السرع وأيضا تبقى الفرصة مهيئة لبقايا الغبار في الأجواء نبقى في العاصمة عمال والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة حيث يوم الأربعاء كما ذكرنا تكون فرصة مهيئة لهطول زخار من الأمطار تكون فرصة وأفضل خلال ساعة الظهيرة وما بعد الظهيرة 10 درجة مئوية فقط كحرار العظمى الصغر 11 درجة مئوية يوم الخميس طقس ماطر وبارد أيضا على الفترات 14 درجة مئوية كحرار العظمى الصغرى 9 درجات مئوية أما يوم الجمعة يميل الطقس للإستقرار مجددا طقس بين الغالب الغائم والغائم جزئيا وانتشار لكمية من الغيوم المتخفضة 15 درجة مئوية فقط كحرار العظمى أما الصغرى 9 درجات مئوية كتوصيات خلال هذه الحالة الجوية هي الانتباه من خطر تشكل السيول وأيضا جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق خاصة في المناطق التي تشهد غطونا للأمطار والانتباه من خطر تدني الرؤية الفوقية الناجم عن تشكل الضباب خاصة في القمم الجبالية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض يومي الأربعة والخميس بهذا نهي أشرتنا للقاء اشتركوا في القناة